اشتركوا في القناة عن عجبة جديدة على المستوى الشخصي بتدينا نتعرف عليها ونجيب العجبة دي ونبدأ نتعامل معها ونشوف فوايدة واستخدمها العجبة اللي هنتكلم عنها ان شاء الله النهاردة هي عجبة العفص عجبة العفص من العجبات او النباتات لو اجازة لنا نحن نقول عليها نباتات مفيدة جدا مهمة جدا جدا لجسم الانسان سواء داخليا او خارجيا هنبدأ نتكلم في المقدمة عنها ونبدأ ان شاء الله نشوف ايه هي عجبة العفص بتتكون من ايه ونشوف ان شاء الله فوايدها ونشوف ان شاء الله ازاي نحمصها ده الشكل العجبة اللي احنا هنجيبها العجبة دي مش متوفرة عند العطارين العاديين بيتبقى متوفرة عند العطارين اللي بيعندهم كل انواع العطارة سواء من البلاد المختلفة والاشكال المختلفة للعطارة العطارين الكبار اللي في الازهر هي دي الشكل العام للعجبة اتعرفنا عليها طبعا من التواصل الاجتماعي بتدينا نعرف فويدها واهميتها بالنسبة للجسم الانسان والشعر واستخداماتها فبتدينا طبعا زي ما بنقول لما بنعرف الحاجة بنحول بنجيب كمية صغيرة بنبدأ نستفيد بيها بعد ما بنبدأ نستفيد بيها ان شاء الله بعد كده بتبقى زي ما نقول ترص ثقافي شعبي في استخداماتنا سواء بقى في المأكلات او المشربات او في استخدامات الشعر والصحة والجميع ده الشكل العجبة لو احنا جبناها من عند العطار بتبقى بالشكل دوا بنجيب بقى اي كمية احنا عايزينها وزي ما قلنا في البداية بنجيب كمية قليلة للحاجة اللي احنا بنستخدمها بعد ما بنبدأ نستخدمها ونستفيد بيها وبتبقى عندنا زي ما بنقول ان احنا نستخدمها باستمرار نبدأ بقى نجيب كميات على حسب لما بتخلص الحاجات دي يفضل ان احنا ما تتخزنش كتير يعني احنا مثلا نجيب زي الحنة مثلا بقى ما بنجي نخلصها نبدأ نجيب تاني كمية وهكزا فده الشكل العام للعجبة العفص وهيبقى في حلق ان شاء الله عن عجبة الامل عجبة العفص بالشكل ده انا ما اضاش استفيد بيها ولا استخدمها فبتمر بمراحل المراحل اللي بتمر بيها عجبة العفص زي ما احنا شايفين كده انا بجيب طاصة تفال بحط عليها معلقة زيت ببدأ احط العجبة العفص بالشكل ده بتبدأ تمر بمراحل حوالي تلت ساعة لحد ما توصل لي للشكل ده الشكل ده ده اللونها بني غامق لون الشوكولاتة اللي غامقة جدا بتبدأ تفتح عندي نكون حذرين جدا لما بنجي نحمصها لانها ما بتبدأ تفتح بتبدأ تطرقع في الزيت وممكن تنتر من التاصة فنكون حذرين جدا وياكزين وحنا بنحمص فلما بتتحمص بتشق زي ما احنا شايفين لو احنا بصينا كده ما بين الخام وبين اللي احنا حمصناها بتبدأ تشق معي فما بتشق معي المكونات الداخلية فيها بتتحول زي لو احنا بصينا كده عاملة زي التراب زي ما احنا شايفين فببدأ اكسرها ممكن اجيب فوطة واحط العشبة دي بيد الجرن ابدأ اكسرها او عندي جرن ببدأ اكسرها فيها برضو اخد بالي وان بكسرها وبعد كده ببدأ اطحنها في الخلاط بتوصل لي بالشكل ده برضو اللون بتاعها بني غامق دي من الصودة ده لونها بني غامق العشبة دي انا جايبها ليه احنا هنستخدمها ان شاء الله في الشعر فهده كتير جدا جدا بالنسبة للشعر وللبشرة داخليا وخارجيا بتدخل في الحنة وقدر استخدمها ده هنتكلم عنه ان شاء الله في الفقرة الجاي بامر اللي هتعال يبقى انا عندي العشبة بتمر بثلاث مراحل زي ما احنا شايفين ده الخام ده الشكل الاصلي بتاع العشبة عشان استفيد بها بحولها للتحميس زي ما احنا شايفين ببدأ اكسرها في الجرن او بكسرها مثلا اجيب فيوطة او كيس نيلون واحطها فيه وببدأ اكسرها بايد الجرن بعد ما بكسرها لقطع صغيرة ببدأ اطحنها زي ما احنا شايفين لو انا حطتها كده واتطحنت هتبقى قوية جدا على المطور بتاع المطحنة في الصحسن انا اكسرها لقطع صغيرة وبعد كده ببدأ اطحنها بتديني الشكل ده الشكل ده هستخدمه في الحنة هنبدأ بقى في الفقرة الجاية ان شاء الله هنتكلم عن تكوين العجبة فوائد العجبة وبعد كده نتكلم عن ازاي ان احنا ان شاء الله نستفيد بيها والمحازير في استخدامنا لان احنا عارفين ان كل حاجة لها محازير نقدر نستفيد بيها ازاي لان فيه جزء مخصص فيه استخدامها هنتكلم عنه ان شاء الله فيه خلال الفقرة وبقام الله تعالى فنكون حازرين فيه التعامل مع اي حاجة طبيعية لان بتكون مكوناتها قوية جدا جدا بتبقى شديدة جدا في استخداماتها زي اشر الرمان والكشور اللي احنا هنتكلم عنه ان شاء الله في حلقات اشر الرمان من الحاجات القوية جدا جدا ما ينفعش نستخدمه على طول لو انا مثلا شربته احنا عارفين نفايده كتير جدا برضو العجبة دي مفيدة جدا ومهمة جدا فليها تكنيك معين بطريقة طبية معينة اقدر استفيد منه هنبدأ ان شاء الله في الفقرة الجاية هنتكلم عن تكوين عجبة العفص اهميتها وتعلم بعض الفقرة الجاية ان شاء الله ورجعنا مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ في الفقرة دي بامر الله تعالى هنتكلم عن تكوين عجبة العفص عجبة العفص مش نباتة عادي بيتكون بنزدرع من البزور او من السمار سبحان الله لا تكوينها تكوين مختلف تماما عن سواء الاعشاب اللي احنا بنتكلم عنها او اي حاجة بنتكلم عنها طبيعية زي مثلا الكركم او الارفة او الحاجات اللي على الطبيعية او الفلفل او الكامون او الكزبرة لا دي مختلفة تماما في تكوينات العجبة دي قبل ما نتكلم عن تكوينها دي معروفة في الحضارات القديمة سواء في الحضارة المصرية القديمة او اليونان او الرومان او العرب اكتر او افضل انواع عجبة العفص بتواجد في دول الشام اللي اهلنا الكرام نواجه لجميع التحية والتقدير في جميع انحاء العالم فالافضل انواع عجبة العفص متواجد في سوريا الشقيقة فاحنا هنا عندنا بتبقون افضل انواع النباتات كل دول اسيا سواء في الهند او اندونيسيا والدول دي كلها بتستخدم العجبة دي احنا عارفين ان كل منطقة بتبقى ليها طبيعة في الطاقس وفي المناخ فسبحان الله زي ما قلنا في حلقات سابقة بيبقى ليها تكنيك معين في الخضروات والفكهة حتى اشكال الخضروات والفكهة بيبقى مختلف من منطقة المنطقة الفلفل الرومي شكله بمختلف مثلا في مصر عن مثلا في افغانستان في باكستان في الهند فسبحان الله هو هو نفس السمرة بس مختلفة الملوخية بتختلف في دول عن دول وهكذا سبحان الله على حسب المناخ وعلى حسب البيئة طيب ده بالنسبة للعجبة بتستخدم في استخدمات كثيرة جدا هنتكلم عنها ان شاء الله في سياق الحلقة طب تكونها ازاي زي ما قلنا احنا مش ببتزرعش يعني ما بجيبش سمرة او بزرع وببدأ ازرعها زي الزراعات اللي احنا بنتكلم عنها بتتكون ازاي عندي شجر البلوت نوع من انواع الشجر فبيجي نوع من انواع الدبابير بيبدأ عايز ياخد الغذاء بتاعه من الشجرة دي فبيحصل ايه بيعمل عملية لدغة لي الشجرة فاتقوم الشجرة بتام عملية دفاع عن نفسها او حماية لنفسها فسبحان الله هو اللي حاوله القوة بتتم عملية افراز مادة كميائية معينة بتبقى صمغية فالمادة دي بتحارب بيها لدغة الدبابير او نوع معين من انواع الدبابير في خروج المادة الكميائية دي من الشجرة بتكون الكرات الكرات دي بتبقى شفافة فبتبدأ تتصلب بتديني الشكل اللي احنا شايفينه ده يعني النبات العفص او عجبة العفص مش من بزرع زرعه او واخده من شجرة ده هو سبحان الله زي حتى فيه بين بعض المصميات بيقولوا ان هو قطرات من الدموع بتاعة الشجرة او القطرات مثلا عاملة زي قطرات مية كده على الشجرة بتتكون منها يبقى هنرجحها تاني مع بعض هي مادة كميائية بتفرزها شجرة البلوت بتدفع بيها عن نفسها نتيجة لدغة نوع معين من انواع الدبابير طبعا كل حاجة بتبحث سبحان الله عن غزاها فبيبقى فيه فعل ورد فعل رد فعلها ان بتفرز مادة كميائية بتتكون من خلال المادة الكميائية دي كرات زي ما احنا شايفين فهي دي كرات العفص سبحانه من خلقها فسوى فبتبدأ يتم عملية جمعها وزي ما قلنا فيه الحضرات القديمة كلها على المستوى البشرية بيستفيدوا من العشبة دي مفيدة جدا 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 هنبدأ ان شاء الله فيه الفقرة الجاية هنتكلم عن فوائدها واهميتها وازا نقدر نستفيد منها زي ما قلنا فيه المقدمة بالشكل دو مش هقدر استفيد منها مش هتديني اي افادة لقد انا بحولها لشكل معين من خلال التحميس فالتحميس ده بيديني المطحون اللي احنا شايفينه ده المطحون اللي احنا شايفينه دوان انا ممكن ندخلها فيه اطعامة كتير جدا بس احنا نستخدمها فيه الحنة هنبدأ ان شاء الله فيه الفقرة الجاية هنتكلم عن الفوائد بتاعتها وعن استخدامتها وتعلموا بعض الفقرة الجاية ان شاء الله ورجعنا مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم زي ما قلنا في المقدمة عجبة العفص عجبة موجودة من ألاف السنين معروفة لدى الحضارة العربية والفرعونية والفورس والروم حضرات كثيرة جدا متنوعة كانت بتستخدم وتتعامل مع عجبة العفص كجزء أساسي في الحياة اليومية بالنسبة لحياة الإنسان وزي ما قلنا هي مشهورة جدا في شرق أسيا أفضل مناطق الموجودة فيها عجبة العفص ومن أفضل أنواع نباتات اللي موجودة فيها هذه العجبة هي في دول الشام من أنقى وأفضل الأعشاب الموجودة بالنسبة لنبات العفص أو العجبة بتاعة العفص في سوريا بيئي التحديد محصولها بيبقى رائع جدا مفيد جدا بيتفوق على أي نوع من أنواع عجبة العفص في الدول التانية أو المحاصيل الأخرى زي ما احنا شايفين كده طبعا بالنسبة لنا على المصطوى الشخصي العجبة العفص طبعا عرفنا عن طريق الوسائل التواصل الاجتماعي فابتدينا نسأل عنها العطارين ونبدأ نشوف العجبة دي شكلها إيه أولا عرفنا من خلال برضو وسائل التواصل الاجتماعي إيه هي عجبة العفص فويدها استخدماتها إزاي قدر استخدمها بطريقة مفيدة جدا طبعا احنا هنستخدمها ليه الشعر فيه استخدمات كثيرة جدا متنوعة من الاستخدمات دي بتعالج البواصين وتعالج الانتفاخ والكونون العصبي والمعدة مفيدة جدا ليه الجسم الدخلي ده الشكل عجبة العفص الشكل الخام لهذه العجبة زي ما احنا شايفين قدامنا العجبة بالشكل اللي دون لما بنيجي نجيبها من عند العطار بتبقى عجبة جفة زي ما احنا شايفين ده الشكل العجبة اللي احنا بيجيبه من عند العطار العجبة دي عشان أقدر أستفيد بيها وأقدر استخدمها لازم بتمر بمراحل معينة إن أنا ببدأ أحمصها بطريقة معينة والتكنيك معين بعد ما ببدأ أحمصها بتتحول للشكل اللي احنا شايفينه دون الشكل اللي احنا شايفين دون من العجبة دي طبعا لما بتبدأ تتحمص هنتكلم طبعا في شاكل حلقة ان شاء الله زي نقدر نحمصها عشان تبقى طرية وابدأ استفيد بالعجبة لو احنا بصينا الفرق ما بين العجبة وهي متحمصة وقبل ما تتحمص زي ما احنا شايفين اهي نشفة جفة زي ما احنا شايفين لكن احنا لو بصينا هنا العجبة هنا بتدت منفوخة وابتدت تبقى خفيفة الوزن هنا نشفة وجفة مش هقدر استفيد بيها ولا حتى هقدر اكسرها ولا اطحنها تبقى في مرحلة تانية المرحلة التانية دي هي ان انا احمصها بحط نقطة زيت في طاصة فال ببدأ احمصها لو انا في المطبخ بفتح الشبابيك بيبقى في تهوية جيدة لان هي بطلع دخان قوي جدا هنشوفها ان شاء الله وحنا بنعملها بامر الله تعالى طبعا احنا هنعملها بسرعة يعني فاحنا بنتكلم على الاساس ان احنا ما بنيجي نحمصها نقطة زيت بسيطة جدا في طاصة فال بحطها وببدأ اقلبها بتبدأ عندي العشبة بالشكل احنا شايفينه دون بتبدأ في مراحل بتبدأ تتحول للون الغامق دون هو اللون دون لون بني غامق جدا لون بني ماء للشوكولاتة لو احنا بصنا كده هنا مفتوحة العشبة زي ما احنا شايفين اهيه وفيه النسيج اهو بتدى يتفتح النسيج عندي واحنا هنا النسيج دون عبارة عن الحاجات بعد ما حمصناها الحاجات دي عبارة عن المطحون اللي احنا هنبدأ ان شاء الله نستخدمه يعني انا العشبة دي بالشكل دون لحبيت اطحانها مش هتوصل لي بالمرحلة دي الاول ابدأ احمصها بعد ما بحمصها بتتنفش وبعد ما بتتنفش بتبدأ تفتح زي ما احنا شايفين ولما بتبدأ تفتح كده بابدأ اكسرها في الجرن الاول وبعد كده بتبقى سهلة جدا فيه الطح بتتحول عندي بالشكل اللي احنا شايفينه ده الشكل الاسود اللي احنا شايفينه ده زي ما احنا شايفين كده ده الشكل اللي هتتحول عليه العشبة العفص اللي احنا قلنا عليها. آآ نقدر بقى نستخدمها نقدر نخزنها. لو انا مسلا مش هستخدمها مسلا في الشعر. احنا هنا هعملنا على اساس ان احنا ندخلها في الحنة. استخدمات الشعر زي ما قلنا بتمنع القشرة وتساقط الشعر. بتغزي الشعر بتقويه. آآ بتعمل على تلوين وتعمل الاصباغ في الخلاقي بتاعة الشعر. بتعمل على نموها وتعززها عشان بتحافز لي على اللون. آآ في وصفات كتيرة جدا سواء طبية او من طرص الشعبي. ازاي نستخدم العشبة او مطحون عشبة العفص. آآ بطريقة ان انا دخلها في الحنة. واحنا هنا عادي ممكن ندخلها في الحنة. خطوات الحنة العادية اللي احنا بنملة. وابدأ اه اغلي مية بالعشبة او المطحون بتاع العفص زي ما احنا شايفين. آآ واحط المية المغلية بتاعته ديا. ابدأ اعجم بها الحنة. ومش بقى الخطوات الاضافات بقى اللي انا متعود عليها في الحنة. او الوصفات الطبيعية الطبية للشعر ان انا استخدم فيها الحنة. باستخدم العشبة عادي جدا جدا. بس اهم حاجة عندي قبل ما ابدأ اتوصل للمرحلة اللي احنا شايفينها دي. لازم تمر بمرحلة التحميس اللي احنا قلنا عليها. مرحلة التحميس اللي احنا قلنا عليها. لازم عندي العشبة زي ما احنا شايفين كده بتبدأ تتشقق زي ما احنا شايفين. وبعد ما بتتشقق بتبدأ تطلع كل المكونات الداخلية اللي فيها. وبعد كده بقى بجيب زي ما قلنا الجرن وابدأ اكسرها سهلة جدا التكسير لو انا فكرت اعمل كده قبل من الخطوة التحميس اللي احنا قلنا عليها وهنشوفها ان شاء الله الخطوة دي مش هتنفع ان انا اكسر العجبة زي ما احنا شايفينها كده مش هتتكسر معي ومش هتديني نتيجة ولا هتديني اللون ده من خلال خطوة تحميس العجبة بتاعت العفص دي انا عايزة احصل على اللون هي اللون بتاعها اللون بني غامق لون الشوكولاتة الدرجة اللغمقة يمس صودة زي ما احنا شايفين لكن هي في الكاميرا طلعة صودة برضو هنا لونها بني غامق لون الشوكولاتة اغمق لون للون الشوكولاتة اللي هي العجبة مديهالي بعد الطحن بطحنة كويس جدا جدا بتبقى سهلة طحنها لما ابدأ اكسرها بيه زي ما قلنا في الجرن بابدأ او مسلا ممكن احطها فوطة ومسلا بالنشابة بيد الجرن ابدأ اكسرها وبعد كده ببدأ طحنها بتديني الشكل ده انا ليه بقى بطحنها عشان تديني الشكل دوان والكمية دي انا بطحنها عشان اوصل للون لو انا استخدمها في الحنة توصل لي بالدرجة اللون اللي انا عايزها مع الاضافات اللي انا هحطها هحط بقى مثلا كركدية هحط مثلا بنجر لون دم الغزال اي حاجة هحطها هتغزيل الشعر وتأولي الشعر وتمنع لتساقط الشعر وزي ما قلنا بتساعد الخلايا الشعر وتعزز لي مادة التلوين في الشعر مع الاستمرار والاستخدام بتوصل لي بنوصل للنتيجة اللي احنا بنقول عليها يبقى احنا كده طبعا الاشاب دي جديدة علينا على نصو الشخص يعني هي طبعا موجودة من الاف السنين زي ما قلنا للحضارة الفرعونية والعرب والحضارة الرومانية واليونانية كل الحضارات كانوا باستخداموا العشبة دي العشبة دي لا يقتصر الاستخدام بتاعها على تلوين الشعر فقط لكل نواحي الجسم وكل خلايا الجسم اقدر استفيد من العشبة دي بالنسبة للخصوبة السيدات والرجال بكل مشاكلها وكل حلولها بتتم استخدام العشبة دي عايزين نقول ان ممكن تكون حوالي 40% من اهمية العشبة دي بتخص الخصوبة للرجال والسيدات زي ما احنا بنأكد في اي حاجة بنتكلم فيها بنصنحها او بنستخدمها او بنتكلم عن فوائدها الحاجات اللي هي فيها النواحي الطبية او النواحي اللي هي فيها لقدر الله امراض رب نشفي كل موضوع فينا او فيها حساسية من ناحية نوع ممكن تسبب لمشكلة في اي خلايا الجسم او في اي اعضاء الجسم الحاجات دي بتبقى تحت اشراف الطبيب طبعا التب حاليا بيتجه الى الحاجات الطبيعية سواء في الاعشاب او في المكونات الطبيعية مثلا الفواكه والخضار والفكهة بجانب استخدام الطبي للعقاكير الطبية يعني حتى العقاكير الطبية في الوقت الحالي بفضل الله سبحانه وتعالى بيدخل فيها الاعشاب الطبيعية وبيتدخل فيها الفيتامينات من عدن الطبيعية وبيكون بطعمه ومسلا بنكهة الحاجات الطبيعية على اساس انها تديني فايدة اكتر على قعدة درجة من الجودة بالنسبة لصحة الإنسان وزي ما قلنا أي استخدام لأي حاجة في الجسم سواء لا قدر الله في مرض ربناش في كل ما نضع فينا أو ما فيش مرض هستخدمها بقى كعلاج وكوقاية لا في الحالة دي برجع لطبيب أو بشتشير طبيب زي ما قلنا التمومتر بتاعنا الطبيب استخدمها ازاي بالكيفية مثلا الكيفية دي قبل الأكل بعد الأكل مرة في الأسبوع في الشهر لأن الأعشاب والحاجات الطبيعية بتبقى قوية جدا جدا وحدة جدا جدا في استخدماتها لو احنا استخدمناها كده مننا نفسنا يعني ممكن دي مثلا على سبيل المثال يعني طبعا ممكن مثلا الطبيب قلنا مرة في الشهر احنا ممكن نقول ايه نخدها مرتين في الأسبوع ثلاث مرات في الأسبوع ممكن تعملي خلل في خلايا الجسم أو في أعضاء الجسم كل ما بنمشي أو نتبع الإرشادات الطبية خطوة بخطوة بطريقة صحيحة بأمر الله تعالى بنستفيد بكل حاجة حوالينا بفضل من الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا زي ما قلنا ان العشبة دي مهمة جدا ومفيدة جدا جدا احنا ان شاء الله هنشوف ازاي احنا بنحمصها زي ما قلنا بنجيب مثلا معلقة زيت في طاصة فال يفضل يكون طاصة فال وبحطها بتمر المراحل حوالي تلت ساعة لحد ما تبدأ بتخلي في التلوين بتبدأ للون البني الفاتح لحد ما توصل للدرجة دي وزي ما بقول ان اللون دوا ده بني غامق آآ يعني اقوى درجة فيه درجات البني الشوكولاتة عشان بتديني الشكل اللي احنا شايفينه ده آآ الاشرة زي ما احنا شايفينها كده الاشرة هنا هي مفتوحة فكل المكونات الداخلية بتاعة الحباية أو بتاعة العجبة اللي احنا شايفينها اللي هي عجبة العفز كلها هي ابتدت آآ زي ما احنا شايفين كده مدياني الشكل التروبي لو احنا بصنا كده عشان ما نجي نطحنها لو احنا بصنا كده هي الشكل ده نفس الكمية هي زي ما احنا شايفينها قدامنا كده اول فهي عشان اوصلها كده لو احنا بصنا كده ما فيش اي ما يدل على ان انا هيوقع هاوصل للنتيجة دي في مراحل المراحل دين بقدر اه بقدر ان شاء الله عن طريق التحميص زي ما قلنا بوصل للنتيجة اللي احنا شايفينها دي اه في الفكرة الجاة ان شاء الله هنشوف تحمسها يعني بطريقة زي ما قلنا بنكون حذرين جدا في تحمسها لانها بتبدأ تشق زي ما احنا شايفين لما تجي تشق كده بتفرقع او بتطرقع في الطاصة فبنكون حذرين جدا جدا ممكن تخرج برا الطاصة واحنا بنحمسها يكون في تهوية قوية جدا لان بتطلع بخار ودخان يعني هنشوف حوالي بتاع 3-4 ثواني كده على تحمسها لان احنا لما احنا حمصناها كنا على يعني كل اللي احنا بنتكلم عنه دوا بالنسبة لنا كانت اول مرة نتعامل مع عجبة العفز فبنبدأ نتعامل مع اي عجبة اولا بنعرف المعلومات عنها زي من كده بنذاكر المعلومة بنذاكر الخطوات بنحفظ الطريقة ازاي ومن خلالها سبحان الله ازاي ما شفناها وتعلمناها وشفنا الطريقة ازاي فعلا تلا ازاي ما احنا شفناها بالزبط فاحنا كل ما بنتعلم اي حاجة عن الاعشاب او اي حاجة عن الحاجات الطبيعية اللي ربنا سبحانه وتعالى لحبانا بيها وبنبدأ نستخدمها استخدامنا ليها وبتكون سلوك او تراث غزائي في حياتنا بفضل من الله سبحانه وتعالى بتدينا مناعة بتدينا وقاية بامر الله تعالى بتكون الصحة والجمال والوقاية والعلاج من خلال تنوننا لها بفضل الله سبحانه وتعالى بتكون جزء اصيل في جسم الانسان بترفع لي كفاءة المناعة زي ما قلنا كمان بتعليق للبواسير وكل ما يتخلق بالبواسير ومشاكلة ربنا يشوف كل المريض وعفينة بتعليق يالي بتكون غرغرة لي الفم والتهبات الزور والنارية والحاجات الجلدية اللي بتطلع لي فيه مثلا في اختلاف الفصول من الصفل الشتاء او في جو البرد زي ما قلنا كمان ممكن ندخلها في اكلات متعددة بس انا زي ما قلت انا باستخدمها عشان هعملها ان شاء الله دخلها في الحنة الاستخدامات التانية دي ممكن برضو ندور عليها ونشوف الاستخدامات وبرضو بنرجع نحذر ان الاستخدامات الطبية اللي قلنا عليها سواء للسيدات او للرجال بنرجع للطبيب لان الحاجات دي بتبع على اعلى درجة من الحساسية في استخداماتها لو قدر الله ممكن ابدأ اتعامل معها عالج مشكلة تطلع علي مشاكل تانية عفانا الله سبحانه وتعالى جميعا من اي مشاكل صحية هنرجع بقى نشوف باذن الله تعالى بنحمصها ازاي وبعد كده نرجع مع بعض الفقرة الجاية وتعالوا مع بعض الفقرة الجاية ان شاء الله ورجعنا مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم في الفقرة دي ان شاء الله هنشوف عجبة العفص واحنا بنحمصها زي ما قلنا في سياق الحلقة انا الحقيقة لما ابتديت احمصها كنت فاكرها زي اي اعشاب بنحمصها او اي طوابل بنحمصها لكن كانت النتيجة مختلفة تماما فلما ابتدت النتيجة تبقى مختلفة وفي بعض التكنيكات المعينة في التحميس لابد ان احنا نلقي الدق عليه عشان نبقى عارفين وحنا بنحمص ايه هي الخطوات فصورت الخطوات المهمة جدا زي ما احنا شايفين احنا بنحط الاول معلقتين زيت للحبوب او للسمار بتاعة العفص بعد كده بنبدأ نقلبها بتاخد حوالي تلت ساعة او نصف ساعة ممكن تزيد عن كده كمان لان احنا بنوطي النار بعد ما بنحطها في الزيت وبنقلبها في بعض المحذر زي ما قلنا اه ناخد بالنا ان هي ممكن بتطرقع او ما تبدأ عملية ان هي بتتشقق وبتبدأ القشرة الخارجية دي تنشق الى الاشكال اللي احنا شايفينها زي ما احنا مشايفينها متحمصة كده بتبدأ لقدر الله ممكن تفرقع وتخرج برا الطاصة دي اول محذرنا نكون واخدين بالنا كويس جدا واحنا بنقلبها نقلبها بحذر نكون موطيين النار يكون فيه تهوية جيدة في كل خطوة من الخطوات التحميس بزيطلع دخان كسيف جدا وزي ما قلنا لما ابتديت لقيت الشكل مختلف في التحميس وفيه دخان كسيف بيطلع ده كان يدير ان احنا نصور عشان نبقى شايفين الخطوات يبقى فيه اه امانة النقل وامانة علمية او مهنية نحنا فيه تجربة بنعملها فيه خطوات مختلفة بتطلع معايا في التحميس فيه شكل مختلف للعشبة العفص بيطلع معايا عن الشكل اللي احنا مش مجرد سماع احنا ممكن نحمص ونعمل المعلومة بنسمحها فما بنجي نحمصها لا خطوات مختلفة شكل مختلف الناتج النهائي برضو بيبقى مختلف اللون بيبقى مختلف التكونات بتاعتها بتبقى مختلفة احنا بنقهلها عشان نبدأ نستفيد منها سواء بقى بنستخدمها استخدامات المتعددة ومتنوعة اللي احنا مثلا بنرجع للاطباء فيها سواء الحاجات للصحة زي ما اتكلمنا في سياق الحلقة ونتكلم في الفقرات اللي جاية ان شاء الله اول استخدمات للشعر عشان نستفيد بها لازم اضحانها عشان ندخلها مدخلات مع الحنة كل خطوات الحنة بالمية بكله ان شاء الله ممكن نعمل حلقة بازن الله تعالى عن استخدماتها استخدماتها كتيرة جدا جدا متعددة اللي احنا بنتكلم عنه ده جزء من كل فزي ما قلنا لما بنجرب الحاجة بنفسينا ونبدأ نحمص الصمرة بيكون الشكل مختلف تماما ونبقى عارفين ان اول حاجة معلتين زيت تانية حاجة بتبدأ تفرقع في النار نكون حذرين وبعدين بتطلع دخان كسيف جدا بنسبها تبرد تماما بعد ما بتبرد تماما بنبدأ بقى نتعامل حتى الاول ما بتبرد تماما كده بنلاقي اذا مكون في تزييتة فيها لانها ما بتطلع زيت بعد كده ما بتجف تماما بممكن بقى بنحطها في التلاجة مثلا يوم او 24 ساعة على طلبة عادي من المسها عادي جدا لان الزيت بيسهل لعملية الحصول على اللون البني اللي احنا شايفينه ده وبيسهل كمال ان انا مجأة اطحانها بامر الله تعالى وهي دي الخطوات الطبيعية لتحميس الصمرة العفسة او عجبة العفسة عشان احصل على المكون او المنتج الناي اللي احنا شايفينه ده احنا كده صورناها وممكن ان شاء الله في حلقة قادمة ننصور الخطوات الاولية في التحميس عشان نبدأ نشوفها من البداية او ما بنبدأ نحطها لحد ما نوصل للنتيجة النهائية يعني ممكن ان شاء الله نقرر التجربة بامر الله تعالى احنا بقى هنبدأ نكمل فقراتنا عن الفوائد بتاعة الصمرة او العشبة بتاعة العفس ونبدأ ان شاء الله نكمل بقية الفقرات وتعالوا مع بعض الفقرة الجاية ان شاء الله ورجعنا مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم زي ما شفنا في الحلقة من بداية المقدمة لحد ما وصلنا لنهاية الحلقة عشبة مهمة جدا جدا مشهورة في الحضارات الانسانية سواء الحضارة الفرونية او الحضارة الرومانية او اليونانية وزي ما قلنا من افضل اماكن اللي بتزرع فيها شجرة او الشجر البلوت وزي ما قلنا وبنأكد ان هي مش من بزرة مش صمرة باخدها وحطها وزرعها سبحان الله هي نتيجة فعل ورد فعل فعل من انواع الدبابير اللي قلنا عليها ورد فعل من شجرة البلوت بتبدأ تفرز زي دموع او مادة كميائية بفي تفاعل فبتحصل لعملية البلورة اللي احنا شايفنا دي فبتديني النتيجة اللي احنا شايفنا دي عشبة مهمة جدا ومفيدة جدا اقدر استخدمها مع الحنة كلون طبيعي مفيد جدا ممكن كل مثلا مرة في الشهر بعمل حنة مرتين على حسب نوعية الشعر سبحان الله الحاجة التبعية دي استخدامنا ليها مثلا مرتين او ثلاثة في الشهر بتبقى مفيدة جدا ما بقاش ليها اضرار جانبية طالما باستخدمها صح وببقى عارفة مثلا احط معلقة احط معلقتين بتقيد بالمأدير فبتديني افادة بامر الله تعالى زي ما قلنا فايدة كتيرة جدا غنية بفيتامينات الف والفيتامينات والمعادم ضد ضغط الاكسادة والكالسيوم وقلنا طبعا مهمة لخصوبة السيدات بكل مشاكلها وخصوبة الرجال بس ليها تكنيك معين في استخدامتها عشان اقدر استفيد منها وليها علمها وليها تخصصاتها وليها اهلها في العلم نقدر ان شاء الله برضو ندور ونعرف فوايدة ونرجع ليه الطبيب بالنسبة للشعر طبعا زي ما احنا شاعفين في مرحلة هنا عندي ده الشكل بتاعها وبعد كده بتحول للون دو عن طريق التحميس وزي ما قلنا في المقدمة في سياق الحلقة خطوات التحميس وبأمر اللي تعالى ممكن ان شاء الله اذا ربنا اراد الجزء دو ناخده ونبدأ نعمل خطوات التحميس عشان نشوفها زي ما قلنا مهم جدا انا اعمل حاجة بايدي عشان اشوف النتيجة لان في بعض الاشخاص اما بيجي يعمل حاجة بيديني بدايتها وبيديني نهايتها ما بعرفش الخطوات والمراحل لكن زي ما قلنا فيه امانة علمية احنا ما بنيجي ننقل اي حاجة لكل او للجميع لما بمشي الخطوات لان انا لو انا مثلا بحمص العفص زي ما احنا شايفين ودتني النتيجة كده ده لا ده الشكل ده اختلف هي طبعا فيه تشققات فيه السمرة زي ما احنا شايفين او في العشبة لو انا عملتها كده ومعنديش خلفية علمية عنها ومقاردش عنها طبعا هاستغرب اتحول اللون ده للون ده يبقى فيه استغراب بالنسبة لي وبعد كده التشققات زي ما احنا شايفين اهي فالتشققات ديا اللي هي بتبدأ تديني المكونات الدخلية لان هاستفيد منها عن طريق اننا هاكسرها ويقضحنها اللون دول بيغزيني الشعر بيقويلي الشعر فيه فيتامينات ومعادل مهمة جدا للشعر بيمنع الكشرة والتقصف اللمعان والتشابك طبعا بيمنعه وبيحاول للشعر انها تستفيد منه الاصباغ الطبيعية للشعر بيحفز الاصباغ الطبيعية للشعر زي ما شفنا حلقة مهمة جدا مفيدة جدا معلومات عن العفص كتيرة جدا متعددة جدا حاولنا ننقل المعلومات اللي هي تفيدنا على المستوى الشخصي ان احنا الحاجات اللي تمنا ان احنا ممكن نستخدمها او ان احنا نستخدمها للاجهزات الداخلية زي ما قلنا قبل نستخدم اي حاجة بنرجع للطريقة الطبية العلمية الصحيحة لاستخدمها او بنرجع للطبيب عشان نقدر نستخدم الحاجة بتكون ان شاء الله نستفيد منها وزي ما قلنا فيه اتجاه من قديم الازل على ان احنا بندخل حاجات الطبيعية في ان احنا كدوى او كعلاج او كوقاية الاعشاب سبحان الله عبارة عن صحة وجمال ووقاية فنقدر ان شاء الله نستخدم العجب دو اللي هي سبحان الله تكوينها غريب وعجيب هي عبارة عن بلورة من مادة كميائية من شجر البلوت لو ما كانش فيه سبحان الله النوع الدبابير دو ولو ما كانش عمل تمت عملية اللدغ لشجرة البلوت سبحان الله كان ممكن تطلع بطريقة تانية سبحانه من خلق فسوى فنتعلم علومة جديدة فكرة جديدة ان شاء الله بنشوف عشب جديد ونقدر نستفيد منه الأفضل حاجة في الأعشاب الطبيعية ناخد جزء نستخدمه وبعد ما نخلصه نبدأ نستخدم الجزء الجديد يعني ما نحمص مثلا نجابين كمية كبيرة ما نحمصهاش كلها ونسيبها متحمصة نبدأ نستفيد بها ونخلصها وبعد كده ان شاء الله بنعمل الجزء التاني يعني ما نجيبش كميات كبيرة نجيبها على الأد وما تخلص نجيب كميات تانية وهكذا معلومة مهمة جدا كمان ان احنا الحاجات دي نبدأ ندخلها في ثقافتنا الغذائية سواء مثلا حاجات ممكن تتاكل او حاجات الشرب او حاجات ندخلها في للبشرة والشعر وزي ما قلنا الحاجات دي في الحضرات الإنسانية القديمة موجودة ومعروفة ونبدأ بس يعني لو معلومة جات قدامنا عن عشب او عن مثلا سمرة او عن بزرة نبدأ نقرأ عنها ونعرف عنها وان شاء الله نحاول نستفيد منها لو حاجة مش هنستفيد منها نستفيد بالمعلومة العلمية بأمر الله تعالى في حلقة ان شاء الله نكون من اهل الدنيا بأمر الله تعالى هنتكلم فيها عن الاملج برضو الاملج شبيل بالعفص فنبدأ نتكلم عنه ان شاء الله في حلقة قادمة وزي ما شايفين ان العشاب فوائد الله تنتهي مفيدة جدا جدا حلقة مهمة جدا جدا الحلقة اللي احنا اتكلمنا فيها النهاردة عن العفص احنا اتكلمنا عن جزء ضئيل جدا جدا عن المعلومات عن العفص إن شاء الله بإذن الله تعالى يبقى في حلقات عن أعشاب وعن فوائدها وعن محزير في استخداماتها ونحاول إن شاء الله نرجع للطبيعة نستفيد منها للشعر والبشرة والجزار الداخلية للجزء والحد إن شاء الله ما نتقابل أستوداكم الله لازلتها دي ودعها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته